زينب الباسي أهلا وسهلا وليدنا بدأولو ماجنيوز برئيس الجمهورية لاستقبل البارح هندالغريبي الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية وشكري بنصير الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية وينجح الميساوي الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ومحمد بن سالم المتصرف المفوض بدار للصباح اتناول اللقاء هذية دور الأعلام الوطني في هذه المرحلة التي تعيشها تونس واعتبر رئيس الجمهورية أن حرب التحرير الوطني ليست مجرد شعار بل هي جبهات متعددة وليس أقلها الأعلام كما توقف عند عديد المحطات التاريخية لشهدتها تونس في مجال الصحافة المكتوبة ثم المسموعة والمرئية وبين أن عدد من الصحف التي كانت النية تتجه إلى تغييبها هي جزء من تاريخ تونس ولن يقدر أحد على تمصها أو تغييبها كما يشير إلى المخاض الذي تعيشه الإنسانية قاتبة فالفكر الإنساني تطور في حين أن بعض المفاهيم بقيت جامدة والصراع بين الأفكار الجديدة والمفاهيم القديمة ستتمخذ عنه ولادة مفاهيم تحل محل ما لم يعد صالحا متسقا مع هذا التطور المتسارع وغير المسبوق كما خلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الثأر الحق هو الذي يثور من أجل قضايا الحرية والعدل التي صارت تتقسمها الإنسانية جمعة وهو الذي يؤسس لبناء صلب لن تقدر أن تطاله معاول الردة والجور والفساد سوفيان بن حميد الرئيس استقبل ثلة من مديري المؤسسات الأهلمية العمومية نحكيه على التلفزة التونسية الإذاعة التونسية وكال تونس فريقيا الأنباء والدار الصباح فما فقرة لهي نحب نرجع أن توقف عندها بعد إذنك سوفيان يقول رئيس الجمهورية على لسان رئيس الجمهورية الفكر الإنساني تطور في حين أن بعض المفاهيم بقيت جامدة والصراع بين الأفكار الجديدة والمفاهيم القديمة ستتمخذ عنه ولادة مفاهيم تحل محل ما لم يعد صالحا متسقا مع هذا التطور المتسارع وغير المسبوك وهو في تقديريان فقرة هذه هي عين العقل أنه اليوم الفكر الإنساني في تطور مستمر وفما مفاهيم جديدة قاعدة تضرب فيما كان موجود منذ عشرة السنوات عليش في تقديرك سوفيان وقتل لي رئيس الجمهورية كل كلام هذا وهو مقتنع به ما زال يحب يرجع لي بعض المفاهيم وبعض المحطات والمحافظة لبعض المؤسسات اللي هي في بعض الأحيان تكون تجاوزها الزمن معناه من النجموش نكون نجريه ضد طيار الزمن معناه في وقت من الأوقات نظر الفكرة هي صحيح سلمان أنه فما زمن قاعد ينتهي وزمن بشيجي وما بين الانقراض الزمن السابق ومعناها انبثاق الزمن الجديد فما انزون جريز منطقة رمدية اللي هي النجم يتوجد فيها لمصايب الكل لأنه الأمور ما هي شريكها فيها معناها منطقة ارتجاج كبير ولهذا وحنا ذاكس قاعدين نشوفه توا في تونس وفي العالم في الحقيقة لكنه نرجع لللي قامت على رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية عيد لمسؤولي الإذاعة والتلفزة الإذاعة الوطنية الإذاعة العمومية والتلفزة العمومية ووكلة الأنباء العمومية ودر الصباح اللي اللي هي شريكة اللي هي شريكة عمومية مصادرة مصادرة معناها بشلخصه بشنيب لابريس اللي هي بتاع الدولة معناها بشلخصه لحكاية رئيس الجمهورية عيد للمؤسسات الموالية للحكومة واللي يتخلص فيها الحكومة اللي قال متاع البارح بكل المقاييس لا يدلوا على أن رئيس الجمهورية التقى بممثل الأعلام لأنه العلام عنده ممثليه وحتى حد ما ينجم يغيرهم اللي هما جمعية مديري صحف النقابة الوطنية لصحفيين و جمعية الرؤساء مديري الإذاعات الخاصة هذو نجم نزيد عليهم من يتحب أما من غير وجودهم ذو كبارك الرئيس من نجموش نعتبروه أنه قاعد مع الإعلام همت با أنه في قاعدة يحكي على الإعلام كما يتصوروا هو صحيح لكن كيفاش كيفاش الكلام اللي بشي يقولوا الموقف اللي يقولوا رولي يكون رولي معناها يخذوه على حسابهم الصحفيين اللي هو موش مصرف بهم فهمونا دونك دونك جست بركة لأنه الترمينولوجي مهمة جدا رئيس الجمهورية يقول دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة التي تعيشها تونس واعتبر رئيس الجمهورية أن حرب التحرير الوطني ليست مجرد شعار بل هي جبهات متعددة وليس أقلها الإعلام متفقين مية في المية سلمة يلزم نوضحه مع بعضنا حرب التحرير هذي شنية بالضبط شنية أنا في بالي حرب التحرير حرب التحرير ربحناها عام ستة وخمسين وأكدناها عام تاتة وستين بعد معركة الجلاء أيوة هذيك الوحنة ثم ترمينولوجي جديدة الرئيس يحبي يحطها حرب التحرير حرب تحرير بيه ما وضحنا شنية حرب التحرير هذي مع شكون ضد شكون بشكون بشتعملها الوحنية محتويها شنية هدافها ثم ثم بشتعملها بشكون بقولي بالإعلامة بقولك بيه بقولك الإعلام طرف رافض أساسي متفقين معك لكن إنتي الإعلام مقصية الإعلام إنتي اكتصرته في مؤسد خلينا صارحوا بعضنا المتابعة متاحهم ضعيفة برشا ما يخلطوش للتوازق ما هم شو ما اللي قاعدين يخلطوا للتوازق الإذاعة الوطنية ممكن تحسن منهم أحسن من برجة من غيرة أما هيش الإذاعة الأولى التلفزة الوطنية بصراحة أحسن ما فيها شوف لي حل ما يخفقش ما يخفقش ما يخفقش سوفيان الدور الكبير اللي تلعبه نشرة الثامنة ما يخفقش تأثيرها تأثيرها كبير ياسر فيه صناعة الرأي العام لا لا ما هيش فيه صناعة الرأي العام معناها الفمة متابعة لنشرة الثمانية بش نعرفه على شنو يحكيه مش معناها مقتنعين به لا لا مش نحكي على القناعة ولكن عندها دور في تأثيرها في صناعة الرأي العام اللي يوم فيه النشرة الثامنة اللي هي 30 دقيقة في 24 ساعة معناها بش أنو نصرف عليها المصروف هذك الكل بفلوس المواطنين نحكي مناها نلاحظ دونك دونك رأوا متفق مع كميسة فهمت حرب متفق نمشيوا فيها الحرب هذي الاعلام عنده دور أكيد لكن لكن لماذا اقصاء الاعلام إذن لماذا اقصاء الاعلام لماذا رئيس الدولة لا يتوجه للاعلام الوطني بالحق مش الاعلام العمومي الموالي لماذا يتوجه للاعلام الوطني لماذا يعتبد على زوكمبيرج بش يوصل لنا وقت اللي هو عنده الاعلام الوطني علما وانه صحيح فما فما مؤسسات اعلامية اللي عندها تاريخ ولكن كذلك حديثا ما ننساوش اللي فما مؤسسة اللي هي مثلا شمسة ولي ضحت بها الدولة ضحت بها وخليتها اذ محل اذا كان نحب نحافظ على التاريخ لا يجز معناها اللي توا نحب ننقذ به الصباح وإلا لابريس وإلا غيرها من الوسائل الاعلام مثلا الجرائد العمومية شيد جدا أنه الرئيس اتخذ قرار بإنقاذ جريدة الصباح وجريدة لابريس اللي هما من تاريخ الصحافة تونسية لماذا لم يكن هذا الوقف مع شمسة فهم أيضا هي جزء من المشهد ودخلت للتاريخ نحب ولنكره والتاريخ راوب لكنها اذ محلت بقرار من الحكومة معنى معنى شو قولك التاريخ جيت معنى الفرصة في التفويت فيها ورفضت الحكومة التفويت فيها هذا هو التاريخ لأنه ما هوش كما المنوم تعريص راوب تختار منه اللي تحب تاريخ بكله نسألوه على تأثير توريد النفايات البلاستيكية بصفة عشوائية من الجزائر تأثيره على قطاع المجمعين في تونس